موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صد الكفيل والذي سنأخذكم فيه بجولة على آخر الإنجازات التي تقوم بها العتبة العباسية المقدسة على مدار الأسبوع فابقوا معنا موسيقى زار وفد من العتبة العباسية المقدسة يتقدمهم الأمين العام للعتبة مع أعضاء من مجلس إدارتها وعدد من رؤساء أقسامها مؤسسة الوارث الدولية لعلاج الأورام السرطانية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة للإطلاع على هذه المؤسسة التي تعدل أكثر تطورا من نوعها في العراق ولمعرفة المزيد عن هذه الزيارة تابعوا هذا التقرير خطوة إنسانية تبعث الأمل في النفوس وإنجاز جديد يضاف إلى أرشيف إنجازات العتبات المقدسة عطاء ثر متاح لسائر أبناء بلدنا الحبيب تتضح معالمه ويترجم بإنشاء صرح طبي مخصص لمرضى الأورام السرطانية وفد من العتبة العباسية المقدسة يترأسه السيد الأمين العام مع من معه من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء أقسام العتبة المطهرة زار مؤسسة الوارث الدولية للأورام السرطانية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة للإطلاع على آخر الإنجازات المتحققة تشرفنا هذا اليوم من زيارة مركز الوارث لمعالجة الأورام هذا المركز حقيقة هو مركز محط افتخار واعتزاز بعد ما شفنا وانبهرنا بالبناء التحتية والإنشاءات والأجهزة المتوفرة والكادر المتخصص المتوفر والحرص الكادر على العطاء والأخلاص في علاج المرضى حقيقة هذا المشروع هو ريادي يعني يعتبر بادرة خير للمجتمع لعلاج الأمراض في داخل البلد الزيارة التي جاءت للإطلاع على حجم التقدم والتطور الذي وصل إليه هذا الصرح الطبي الكبير والذي تميز بحداثة أجهزته الفريدة من نوعها فضلا عن الكادر الطبي المتخصص بهذا المجال بالأهمية الاستثنائية تشرفنا اليوم بزيارة السيد الأمين عام العتبة العباسية المقدسة والسادة أعظام مجلس الإدارة والسيد مدير مستشفى الكفيل وبعض الأخم مدراء الأقسام إلى مؤسسة وارد الدولية لعلاج الأورام للإطلاع على الخدمات المقدمة في هذه المؤسسة حيث أن هذه المؤسسة تقدم خدمات طبية متنوعة لمرضى الأورام من ضمنها خدمات تشخيصية وعلاج شاعي وعلاج كيميائي بالإضافة إلى توفر كل الأجهزة الحديثة التي تدخل لأول مرة العراق والمنطقة مع العلاج الجراحي المتكامل وقامت العتبة الحسينية المقدسة بتقديم الخدمات للأطفال دون سن الثانية عشر بشكل مجاني بالكامل وهذه تشمل خدمات العلاجية والتشخيصية والقامة وحتى الفنادق داخل هذه المؤسسة وللكبار بسعر الكلفة وهذا المشروح هو المشروع النوعي الأول وزيارة العتبة العباسية المقدسة إلى هذا المشروع هو جزء كبير من التعاون ورفع حمام الكوادر في هذه المؤسسة العتبات المقدسة وما تقدمه من خدمات طبية من خلال إنشاء منشآت صحية تميزت برصانتها وحداثة أجهزتها الطبية فضلا عن استقطاب العقول العراقية وغير العراقية لإغناء البلد بالكوادر الطبية الناجحة بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي أقام مستشفى الكفيل التخصصي حملة التوعية الأولى لتفقيف المرأة بمخاطر هذا المرض وأهمية الفحص المباكر عنه والتي ستستمر طيلة شهر أكتوبر والمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير لأنك مهمة وصحتك غالية نعمل لحمايتك شعار مسمت به الحملة التوعية الأولى التي أطلقها مستشفى الكفيل التخصصي بسرطان الثدي لزيادة وعي المرأة بالمرض وأهمية الفحص المبكر للمعالجة في الوقت المناسب انطلقت على بركة الله حملة مستشفى الكفيل الأولى للتوعية بمرض سرطان الثدي تزامنا مع شهر تشرين الأول الذي يعتبر من الشهر الخاص للتوعية بمرض سرطان الثدي مثل ما يعرف الجميع أن مرض سرطان الثدي أصبح مرض منتشر بكثرة في العالم وبالعراق بالأخص أصبح يأخذ ثلث حالات سرطان في عموم العراق المميز بهذا المرض أنه ممكن علاجه بنسب شفاء عالية تصل إلى نسبة 95% إذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة لذلك حملات التوعية وبالأخص حملة مستشفى الكفيل الأولى تركز الآن على موضوع التوعية من أجل الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي جميلة توعوية تضمن التوزيع بروشرات على المراجعين والطواقم الطبية من النساء ونشر الأفتات في أرجاء المشفى اجتملت على مجموعة من النصائح والإرشادات بهذا المرض والتثقيف عن مخاطره من خلال ارتداء الشعار الخاص به إلى جانب فتح مركز متخصص لتشخيصه منذ سنوات عدة وقد وفر هذا المركز في اللحظات الأولى من تأسيسه لهذه الماموغراف وهو من التقنيات الحديثة في هذا المجال بمناسبة حلول شهر إكتوبر الذي يعد عالميا الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي أطلق مستشفى الكفيل التخصصي حاملة التوعية الأولى عن هذا المرض لخدمة هذه الشريحة من النساء في العراق وتقديم الرعاية لهن بأسعار مدعومة وهو كعادته يكون سباقا للقيام بحملات توعية في المجال الطبي إسهاما منه في خدمة المجتمع دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع واحدة من المشاريع المهمة التي أنشأتها العتبة العباسية المقدسة لإحياء عبارة صنعة في العراق فهي تواصل أعمالها من خلال مساهمتها في طباعة جزء من المناهج الدراسية في وزارة التربية والعمل على زيادة إنتاج الدفاتر مع بداية السنة الدراسية للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير لأنها تعمل بنظام الجودة وتوفر خدمات طباعية بحرفية عالية أصبحت محطة أنظار الجميع ففي كل عام تسهم في طباعة المناهج الدراسية في وزارة التربية إنها دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة للعتبة العباسية المقدسة التي حققت نجاحات كبيرة على أرض الواقع في الأعوام الماضية لتعود بهذا العام وتضع بصمتها بطباعة جزء من تلك المناهج دار الكفيل لديها جانب مشرق في طباعة المناهج التربوية كل سنة تساهم في دعم جهود وزارة التربية وموضوع مهم جدا أن يصل الكتاب بوقت مناسب وبجودة عالية الحمد لله أيضا نشارك بهذا الموضوع وبتقنية عالية أدخلنا تقنية جديدة هذه السنة واقعا لطباعة الكتب اللي هي ورق آرت والحمد لله تقنية ناجحة ولربما هي الفريدة أيضا في العراق وتعطي جودة ورونق للكتاب خط إنتاج الدفاتر المدرسية هذا الجانب اللي واقعا جانب مشرق في موضوع الصناعة وهو لأنه رائد وفريد في العراق من حيث الماكنة ومن حيث جودة المنتج نحن الحمد لله أنتجنا مختلف النوعيات من الدفاتر دفاتر بفئات متعددة ستين مئة ثلاثين أضافة إلى دفتر السبايرا اللي هو السيم يعني هارد كبر وسوب كبر بغلاب خاسي ومرن وبالتصاميم تلائم جميع المراحل سواء كانت مراحل الابتدائية ولا ديوبناتي مراحل المتوسطة والمراحل الجامعية عمله متنوعا تقدمه الدار في الجوانب الطباعية باستخدام ورق من مناشية عالمية وأحبار صديقة للبيئة إلى جانب استخدامها للتقنيات الحديثة ولما اختصر عملها على الطباعة فقط بل دخلت في مجال إنتاج الدفاتر من خلال خطها الإنتاجي الذي يتميز بطاقة تقدر بمئة دفتر في اليوم الواحد وبأسعار تنافسية إنتاجهم السجلات والدفاتر المدرسية وكان فد قبال كلش قوي بالنسبة للمواطنين عليها لأنها ورقهم درجة أولى وطباعتهم حلوة وأعداد الدفاتر الستين والثلاثين والمئة كلها مضبوطة وطلع وحسنها من إنتاج كلش حلو جديد فاق على الدفتر الصيني السوري الإيراني وصار قبال عليها كلش قوي وكذلك أسعارهم حلوة أقل من السوق رؤية واضحة بإحياء عبارة صنع في العراق ترجمتها دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع التي وفرت فرص عمل كثيرة وأسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي بتوفير خدمة طبعية عالية الجودة داخل البلاد فضلا عن توفير المنتج الوطني في الأسواق المحلية وهو ما يصب في خدمة المجتمع إلى هنا أعزائنا المشاهدين انتهت فقرتنا الإخبارية فاصل ونواصل بعدها باقي فقراتنا المتنوعة من برنامجكم صد الكفيل فابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدنيا والآخرة وهنا يبين وكيل المرجعية الدينية العليا أهمية الاحتراس في الدنيا والآخرة وممن يجب أن يحترس الإنسان في فقرات عطر الهداية الإمام عليه السلام نقل هذا المعنى الاحتراس الذي هو فيه نوع من اليقظة والانتباه نقله إلينا هذا مهم كلام الإمام وتعبير الإمام واستعارة هذه الجملة مهم ماذا يريد الإمام عليه السلام يطلب من الله تعالى كما أن يرزقه التحفظ من الخطايا يرزقه الاحتراس ممن الاحتراس قال الاحتراس من الزلل في الدنيا والآخرة الاحتراس من الدنيا يعني الذنوب احتراس من الآخرة يعني العقاب وأحدهما يفضي إلى الآخر الذنب يفضي إلى العقوبة يعني استحقاق العقوبة الله تعالى يعاقب أو لا يعاقب شيء آخر هذا أمر يعود له لكن عموما الذنب يحقق هذا المعنى يحقق استحقاق العقوبة فعلية العقوبة أمر يعود إلى الله تبارك وتعالى الله قد يخفر يعفو يرحم بحسب رحمته الواسعة واستعداد العابد لشموله لهذه الرحمة لكن هذه العبارة جدا جميلة يقول الإمام عليه السلام أرزقني الاحتراس ممن من الزلل سحنا بينا الزلل دنيا وآخرة لكن الآن أتكلم عن الزلل فأنا أرزقني الاحتراس أي لا بد أن أكون أنا متيقظ دائما محترس جعلت أهبة الاستعداد حاضرة عندي لماذا لأني أخاف من عدو وهذا العدو دائما يتربص بي الدوائر لأقعدن لهم كل مرصد هذا يتربص فأنا لا أأمن الغائل عدو لا ينام فلا بد أنا أن لا أنام صورة وتعليق هي فقرة صورية تسلط الضوء على الأعمال التي تقوم بها ملاكات العتبة العباسية المقدسة بمختلف تخصصاتها لنشاهدها معا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لحظات ضوئية هي فقرة تصل تضوء على أنام لمصوري العتبة العباسية لتنقل لنا عددا من المشاهد الصورية الجميلة نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ترجمة نانسي قنقر أجمل ما قد يحصل عليه الزائر الكريم هو شيء من حضرة أبي الفضل العباس عليه السلام لكن من أين قد يحصل عليها تابعوا معنا فقرة خدام التي ستعرفنا على وحدة الهدايا والنذور في العتبة العباسية المقدسة يعتبر قسم استلام الهدايا والنذور من الأقسام المهمة في العتبة العباسية المقدسة حيث يعنى هذا القسم بالكثير من الأمور الخاصة بالعتبة العباسية المقدسة ويتكون هذا القسم من مجموعة من الشعب كلهم حسب عملهم الشعبة الإدارية والشعبة الفرز والشعبة الاستلام والمفقودات والخياطة والتبركات في الحقيقة لا يوجد وقت مخصص لفتح الشباك الشريف حيث يكون من المتعارف أنه مدة شهر يعني من المعتاد شهر في كل فتحة يأتزار عن طريق شعبة الاستلام تقديم المبالغ المالية وذلك يتم عن طريق وصل طريق وصل الاستلام وذكر المبلغ والاسم والتاريخ حيث يتم استلام من بعد ذلك يتم تسليمها إلى قسم المالية الشعبة التبركات من الشعب المهمة في قسم الاستلام الهدايا والندور حيث تعنى هذه الشعبة باستلام الهدايا والمغتنيات وما يتم إخراجه من داخل الضريح الشريف حيث يتم عرضها في شعبة التبركات ويتم تثمينها ومن ذلك يتم بيعها إلى الزالي الكرام لتبرك بها الشعبة المفقودات من الشعب الرائدة في قسم استلام الهدايا والندور حيث تعنى هذه الشعبة بالمجموعة من الأعمال حيث ما يتم فقدهم من الزائرين الكرام يتم جلبه إلى هذه الشعبة ومن ثم تسجيل معلومات كاملة عن هذه القطعة المفقودة ويتم بعد ذلك التبليغ في موقع تواصل اجتماعي أو عن طريق الاتصال بأحد الأرقام الخاصة بهذه الشعبة ومن ثم تسليمها إلى الشخص المعني الشعبة الفرس تعنى هذه الشعبة حيث تنقسم هذه الشعبة إلى مالية وعينية العمل الرئيسي لهذه الشعبة هو فتحة الشباك الشريف حيث يتم فتحة الشباك الشريف في الأوقات المعلنة منها من قبل الإدارة العتبة العباسية المقدسة حيث يتم إخراج الأموال من الداخل الصحن الشريف ومن ثم نقلها إلى القسم وبعد ذلك فرزها وتصنيفها حسب العملات ومن ثم عدها وفرزها وتسليمها إلى قسم المالية وصلنا إلى فقرة بذرة مقدسة التي تستعرض عددا من سير الشجعان الذين ضحوا بكل ما يملكون دفاعا عن الوطني والمقدسات لنشاهدها معا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا وإياكم أحبتنا المشاهدين إلى آخر فقرة من برنامجنا لهذا الأسبوع والتي خصصناها لمعلومة طبية مهمة أترككم مع طيبة الاستماعي والاستفادة مع فقرة صحتك طبعا حالات الإمساك عند الأطفال حالات كثيرة تردنا في استشارية جراحة الأطفال وفي عياداتنا الخاصة الإمساك هو حالة شائعة بعدم خروج الغائط لمدة خمسة أيام أو أكثر عند الأطفال ينقسم الحالات الإمساك إلى نوعين منها عضوية ومنها غير عضوية العضوية هي طبعا مرض شلل القولون وهذا حالة خاصة يأتي منذ الولادة ولكن الحالة التي هي أكثر شيوعا هي حالة الإمساك الوظيفي الغير عضوي الذي سببه طبعا تغيير نوع الحليب ونوع الغذاء عند الطفل وأيضا وجود جرح في الأطفال طبعا ننصح الأم أن نتراجع بابنها إلى جراح أطفال في حالة وجود حالة إمساك عند الطفل أغلب حالات الإمساك عند الأطفال علاجها هو علاج تغيير نوع الغذاء وإجراء بعض التمارين لمنطقة الحوض في الطفل وأيضا ننصح بخصوصا الأطفال حديثي الولادة بضرورة أخذ الحليب الطبيعي الرضاعة الطبيعية أفضل من الرضاعة الصناعية كون الحليب الطبيعي يسهل عملية حركة الأمعاء أفضل من الحليب الصناعي وكذلك عنده بلغة طفل عمره ستة أشهر أعطاء بعض الغذاء الأغذية الخاصة بحالات الإمساك نتمنى الصحة والسلامة لجميع أطفال العزة وصلت حلقتنا في هذا الأسبوع إلى نهايتها نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم كان معكم في الإعداد والتقديم معالي الإشيقر تمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة